هلا والله محمد نشر بوست في اكس تمنى فيه ان يلعب لعبة بالدورز جايت 3 على البي سي وردت عليه اسوس بهذا البوست وفعلا ارسلونا تجميع كاملة للبي سي اسوس اختارت قطع لتجميع بحجم صغير او السمول فورم فاكتر مع افضل مواصفات ممكنة لهذا الحجم خلينا نبدأ بكرت الشاشة اللي هو اسوس توف جايمينج رتي اكس فورتي اي تي كرت الشاشة مصنوع بدقة 4 نانو متر من شركة تي اس ام سي بمعمارية ايدا لوفليس الحديثة من انفيديا والكرت فيه التقنيات الرسومية واللي من ضمنها الدي ال اس اس 3.5 اللي بامكانها تولد اطارات اضافية لتحسين الاداء في الالعاب وتتميز ايضا باحدث تقنيات تتبع الاشعة اللي هي الري ري كونستركشن وفيها 16 جيجا بايت من الفيرام بنوع جي دي دي ار 6 اكس وبالنسبة للمنافذ كرت الشاشة فيها ثلاث منافذ ديس بلاي بورت 1.4 ومنفذين ايش دي اماي 2.1 حتى تستخدموها بدقة 4K و120 اطار ومعدل التحديث المتغير VRR ايضا نذكركم انه هذا الجيل من بطاقات انفيديا حصل على تحسين كبير جدا في امكانيات البث والستريمينج فضل دعم الترميز AV1 هذا الموديل من كروت الشاشة يقدم اداء وتبريد ممتاز بسعره يعتبر جيد مقارنة بموديلات اخرى من الكرت وانا شخصيا من محبي سلسلة توف جيميك لانه يجمع بين الاداء الممتاز والسعر الجيد الكيس اللي عندنا هو اسوس برايم AP201 بحجم مايكرو ايتي اكس واللي حجمه 33 لتر الكيس يدعم مبردات المعالج اللي فيها ثلاث مراوح وهذه ميزة بالنسبة لهذا الحجم ومصمم من المش لمساعدة مجرى الهوى على تبريد الجهاز بالشكل المطلوب وبالنسبة للبطاقة الرسومية اللي تقدر تركبوه في الكيس لازم طولة ما يتجاوز 338 ملي متر بالنسبة للمنافذ الامامية اللي يدعمها الكيس عندنا منفذين USB 3 ومنفذ USB type C والسماعات والمايك خلينا نعطيكم هالمعلومة المهمة دايما اشبكوا سماعاتكم او الهدست في الكيس من الامام ان بالعادة مضخم الصوت الداخلي في الماثر بورد يدعم المنفذ الامامي خلينا ننتقل للماثر بورد اللي هو الماثر بورد يدعم الواي فاي 6 وهو من الفئة الاقتصادية مناسبة لتجميعة البي سي من الحجم الصغير وايضا يتميز بدعم رامات الدي دي ار فايف ووجود PCIe الجيل الخامس لكروت الشاشة بالنسبة للمنافذ الموجودة في الماثر بورد فيه منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort وعندنا سبع منافذ USB type A ومنفذ USB type C وإيثيرنت 2.5 جيجابيت في الثانية ومنفذ Optical للصوتيات وبالنسبة للSSD تقدروا تركبه 2 من الجيل الرابع وفيه لهم HeatSync على الماثر بورد للمساعدة على التبريد المعالجة اللي بنركبه على الجهاز هو i7-13700F وهو معالج من الجيل الثالث عشر بمعمارية انتل الهجينة واللي بدأت من الجيل اللي قبله واثبتت كفاءتها وفيه ثمان انوية اقتصادية ترددها يوصل لـ 4.1 جيجا هيرتز مخصصة لمهام نظام التشغيل والمهام اللي في الخلفية وثمان انوية سريعة ترددها يوصل لـ 5.2 جيجا هيرتز تتعامل مع المهام الثقيلة والمتطلبة مثل الالعاب وللمعلومية حرف الـ F في اسم المعالج معناها ان المعالج ما فيه بطاقة رسومية مدمجة وبالتالي سعره اقل بشوي والحرارة المنبعثة منه والطاقة المستهلكة اقل ايضاً وراح نستخدم معاه المعجون الحراري ASUS ROG RG077 وبالنسبة المزود الطاقة رح نستخدم الـ ASUS TUF GAMING 850W الفئة جول واللي هو مناسب جداً لتجميعتنا بما فيها كرت الشاشة المزود اللي عندنا يستخدم مكثفات يابانية الصنع وتبريده جيد وايضاً المزود Fully Modular يعني كل اسلاكة ممكن تنفك وتتركب واحد واحد عشان تشبك الاسلاك اللي تحتاجوها فقط وتسهل عليكم عملية الـ Cable Management بالنسبة لذاكرة التخزين عندنا 2 NVMe SSD من الجيل الرابع واللي هم Corsair MP600 Core XT وكل واحدة مساحتها 2 ترابايت وسرعة القراءة فيها توصل لـ 5000 ميجا بايت في الثانية أما الرامة اللي راح نستخدمه في الجهاز اللي هو Corsair Dominator Titanium DDR5 العلبة تيجي فيها حبتين كل حبة سعتها 16 جيجا بايت ومجموعهم بعد التركيب يوصل لـ 32 جيجا بايت وسرعتها توصل لـ 7000 ميجا ترانسفر في الثانية أما بالنسبة للتوقيت أو الـ Latency فهي بالشكل التالي 34, 42, 42, 96 باختصار الرقم الأول اللي هو رقم الـ 34 هو الأكثر أهمية فكل ما كان هذا الرقم أقل كل ما كان عندك الـ Latency أقل وأفضل وأخيرا المبرد اللي راح نستخدمه في التجميعه هو Asus ROG Strix LC2 360 ARGB وهو مبرد مائي All-in-One فيه ثلاث مراوح لأفضل تبريد ممكن واللي هو متوافق مع سوكت LGA 1700 والمستخدم لمعالجات Intel الجيل الثاني عشر وطالع بالأضافة إلى توافقه مع سوكت AMD AM5 مثل سلسلة معالجات AMD 7000 الحديثة سرعة المراوح في المبرد توصل إلى 2000 دورة في الدقيقة ومستوى الضجيج يوصل إلى 30 ديسبل وبكذا وصلنا لنهاية الفيديو انتظرونا في فيديو قادم إن شاء الله لتركيب الجهاز